طاب يومكم أعزائي التلاميذ أعزيزات التلميذات ما دمتم ملتزمين بالبقاء في بيوتكم حفاظا على سلامتكم وزحتكم فسوف لن نبخل عليكم نحن أيضا بتقديم الدروس لكم عن بعد درسنا اليوم في مادة اللغة العربية أعزائي عزيزات هي السعدوا خوذوا قلما ودفترا كي تدونوا ما سنقرأه هذا اليوم إذن مكون الذي سنتطرق إليه والصرف والتحويل الموضوع مصدر الثلاثي وغير الثلاثي المرجع كتابي في اللغة العربية الوحدة السابعة لفائدة تلاميذ المستوى السادس الأهداف المحققة للكفايات من خلال هذا الدرس لا بد من التعرف على طرق سياقة المصدر من الثلاثي وغير الثلاثي أيضا توظيف المصدر في سياقات اللغوية شفاهيا وكتابيا كما تعودنا دائما أنه لا بد من تذكر المكتسبات السابقة وخصوصا تلك التي لها ارتباط بالدرس الجديد إذن الأسئلة التي سأطرح عليكم هي ما هو المفعول المطلق؟ إذن عليكم أن تجيبوني بما يلي المفعول المطلق هو اسم يشتق من نفس أحرف الفعل إما لتأكيده أو لبيان نوعه أو لبيان عدده مثال قرأت تلميذ النص قراءة جيدة أو دربت طفل الكرة ضربتين السؤال الثاني وما هو الفعل الثلاثي؟ الفعل الثلاثي هو ما كانت حروفه الأصلية ثلاثة أحرف مثال كتب خرج لعب وغيرها كثير طبعا ما هو الفعل غير الثلاثي؟ الفعل غير الثلاثي وما كان عدد حروفه يتعدى ثلاثة أحرف فيصبح رباعيا أو غماسيا أو سداسيا مثال على ذلك فرقا نفصل سنتجا وصلنا الآن إلى النص الذي سننطلق منه في درسنا الجديد إذن أنصت إلي أبنائي وبناتي بتماعن جيد سأقرأ يقال أن العقل السليم في الجسم السليم ومن عوامل المحافظة على الصحة نوم المبكر وتجنب الصهر وتناول الأكل الصحي والتعرض لأشعة الشمس والابتعاد عن الغضب إذن كما تلاحظون من خلال قراءتي لهذا النص أن النص يتحدث عن مجموعة من القواعد والشروط للمحافظة على سلامة وسحة الجسم كي يكون العقل سليما إذن هذه العوامل هي سأعيد المحافظة على الصحة نوم المبكر وتجنب الصهر وتناول الأكل الصحي طبعا والتعرض لأشعة الشمس والابتعاد عن الغضب إذن أبنائي بناتي سنلاحظ الكلمات المكتوبة في النص بلون مغاير أو بلون أحمر لقد أعدت كتابتها الآن تأملوا معي إذن هذه الكلمات المحافظة النوم تجنب تناول الأكل التعرض الابتعاد والغضب نلاحظ إذن أن هذه الكلمات هي أسماء مشتقة من أفعال مرة تكون ثلاثية ومرة غير ثلاثية وأفعالها هي كالتالي حافظة نام تجنب تناول أكل تعرض ابتعد غضب إذن كما نلاحظ جميعاً أن الأسماء السابقة هي تعتبر أسماء هذه الأسماء طبعاً تعتبر مصادر فماذا يعني المصدر إذن؟ المصدر إذن هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل يدل على حدث مشرد من الزمان كمثال على ذلك مثلاً فعل كتب كتب يدل على فعل الكتابة ويدل عليه في زمن الماضي إذا قلت يكتب يدل على فعل الكتابة في زمن المضارع وإذا قلت اكتب يدل على زمن الكتابة في فعل الأمر أما إذا أخذت المصدر منه وهو كتابة فكتابة هنا مصدر مشتق من فعل كتب لكنه يدل على حدث مجرد من الزمان يعني مجرد من أي توقيت أو زمان محدد إذن أبنائي وبناتي بعدما تعرفتم على معنى المصدر لابد أن أشرح لكم الآن كيف سنسوغ المصدر من الفعل الثلاثي لابد أن تعلموا جميعا أن مصادر الفعل الثلاثي أغلبها سماعية أقول أغلبها وليس كلها أي أنها ليست منضبطة للميزان الصرفي أو وزن معين لاحظوا معي في هذا الجدول سيتضح لكم الأمر جليا هذا الجدول كما ترون يتكون من ثلاث خانات الخانة الأولى يوجد بها أفعال والخانة الثانية مصادر والخانة الثالثة أوزان المصادر إذن نبدأ بفعل أكل مصدره أكل وزنه فعل كتب مصدره كتابة وزنه فعالة سهر مصدره سهر وزنه فعل دخل مصدره دخول ووزنه فعول لاحظوا معي هذه الأفعال كتب وسهر ودخل إذن كلها أفعال متشابهة ولكن مصادرها تختلف كتب كتابة سهر سهر دخل دخول وطبعا الأوزان هي أيضا تختلف فعالة 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 فعولة لذلك نقول أن الأفعال الثلاثية أو المصدر من الفعل الثلاثي هو يكون في الغالب مصدرا سماعيا أي لا يخضع لوزن معين أو محدد صرخ صراخ ووزنه فعال رحل رحيل ووزنه فعيل لا شك الآن أبنائي وبناتي أنكم متشوقون لمعرفة سياغة المصدر من الفعل غير الثلاثي الأمر يختلف طبعا عن الفعل الثلاثي فمصادر الأفعال غير الثلاثية هي قياسية أي أنها تخضع للميزان الصرفي أو نفس الوزن طبعا إذا كانت الأفعال متشابهة كمثال على ذلك وضعت لكم مجموعة من الأفعال ومصادرها وأوزانها في الجدول التالي إذا لاحظوا معي جيدا نبدأ بفعل حافظة حافظة مصدره محافظة وزنه مفاعلة مثل نأخذ فعل آخر يشبهه عاملة مصدره معاملة وزنه مفاعلة تجنب تجنبا وزنه تفاعلا تناول تناولا وزنه تفاعلا ابتعد ابتعادا وزنه افتعالا نأخذ مثلا ابتعد على سبيل المثال نأتي بفعل يشبهه ابتقر مثلا ابتقر مصدره ابتكارا وزنه افتعالا علم تعليما تفعيلا أو ممكن أن نقول درس تدريسا تفعيلا اكرم اكراما افعالا أو يمكن أن نقول انجزا انجازا افعالا استفادا استفادا استفعالا أو نأتي بفعل آخر يشبهه استنتجا استنتاجا استفعالا انفصل انفصالا انفعالا بعثرة بعثرة فعلالة كخلاصة اذا مما سبق ذكره فان المصدر هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمان هذا الاستنتاج الاول الاستنتاج الثاني ومصادر الفعل الثلاثي اغلبها سماعية اما مصادر الفعل غير الثلاثي فكلها قياسية وصلنا الان اعزائي عزيزاتي الى حصة التطبيق لا بد ان نطبق ما قمنا به قبل قليل كي يتضح لكم المفهوم اكثر اذا استعدوا وخوذوا دفترا وقلمان كي تكتبوا هذه الاسئلة وتجيبوا عليها السؤال الاول اكمل او اكملي كتابة الجمل بمصدر مناسب مشتق من الفعل المسطر تحته الجمل هي كالتالي كتب التلميذ الدرسة اذا تكملون بمصدر مناسب مشتق من فعل كتب استعدى الطالب للمتحان نفس الشيء ايضا تكتبون مصدرا مشتقا من فعل استعدى ساز الفريق تكملون بمصدر مناسب مشرفا فرح الطفل بلعبته تكملون ايضا بمصدر مناسب شديدا السؤال الثاني هو مرتبط بالسؤال الاول ضع او ضعي اوزان المصادر المستخرجة في السؤال الاول اذا حينما تستخرجون المصادر اولا في السؤال رقم واحد سوف تضعون لها اوزانها في سؤال رقم اثنين السؤال رقم ثلاثة اكتب او اكتبي جملتين تتضمنان مصدرا من فعل غير ثلاثي اذا ارجو لكم كل التوفيق وارجو ان تكونوا قد استفدتم معي في هذا الدرس ولنا موعد اخر في درس لاحق باذن الله الى اللقاء اعزائي عزيزاتي اوصيكم ثم اوصيكم بالبقاء في بيوتكم في هذه الفترة حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عن هذا الوباء كما اوصيكم مرة اخرى بدراستكم في هذه الفترة فهذه الفترة ليست عطلة وانما هي فترة دراسة فكل السبول متاحة لكم فاستفيدوا منها ما امكن وفقكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة